للأسف الوقت مع الناس الحلوة بيخلص بسرعة شديدة جدا مش عايزة اختب معكات تشيره عبدالغضيل قبل ما اسأله عن المستقبل احنا تكلمنا في الماضي كتير اوش ده هاي والحاضر القريب كان فيه طبعا نشييني النادي الاهلي وانا جاحت عديدة جدا لمدة خمس سنوات المستقبل ان شاء الله بتفكر فيه ازاي لا ان شاء الله انا خدت طريق كرير بتاعي في التدريب التدريب ده انا الحمد لله امكان مش معقولة بعد ما اعطي الشبت ده كله اسيب بالتدريب يعني بعيد جدا انا الحمد لله خمس سنين في قطاع نشيين سنتين مساعة ثلاث سنين مدير فني روحات فريق الشباب الاهداف بتاعتك لازم تمحططها قدامك الحمد لله ممكن انا كان اخر سنة ليا في القطاع النادي الاهلي الاخيرة دي واستأذنت بكابتن محمود الخطيب وكابتن خالد بيب وكابتن بد الرجب الناس كلهم يعني دايما ما بنقافش قدام بعض في الحاجات دي ولكن انت عارف عندنا كريم ما فيش حاجة سما اقول لهم انا هامشي انا بروح اقول لهم بعد اذنك وانا انا عايز او شوفوا الكرار مناسب لي القرار اللي حضرتكم عايزينه ايه فطبعا كانت من خطيب صراحة يعني ودي لازم اقولها الراجل قال لي كانت الخطيب بيقول لي انا في ظهرك فانت عايز ايه وانا معاك يعني الحمد لله يمكن دي كانت اخر مكالمة بنا ومش عايز اقول لك فيه كواليس تانية طبعا احنا ما بنقولش كل حاجة ولكن فيه نقاط لازم نتكلم فيها في العالم كانت الخطيب بيقول لي انا في ظهرك واتحرك ومتيلاقش من حاجة واحنا هندعمك زي ما كنا بندعمك وانت معانا لعيب وانت مدير فني معانا هنا هندعمك برا كمان لغاية لما ترجع لنا ان شاء الله فدي كلمات دي لما اجيلك طبعا من قيمة كبيرة زكاة نحمد الخطيب دي بالنسبالي وده كان لازم اقوله واشكوره على الهوى يعني في حاجة غريبة مش حاجة غريبة حاجة كويسة حبيب بس القي عليها الضوء يعني في الحوار ده او حتى من قبل الحوار ده في مواقف كثيرة منذ توقيعك انا لو تلاحظ سيكونز بتاع الحوار منذ توقيعك للنادي الاهلي ورحيلك عن النادي الاهلي لعيبا وتوليك مهمة قطاع الناشئين ورحيلك عن قطاع الناشئين في كل ده كواليس ممكن يكون فيها حاجات تزعع لك من النادي الاهلي اوليك الحق فيها مع النادي الاهلي بس دائما تتحدث عن الاهلي بشكل رائع جدا وبشكل جيد عشان تفضل محافظ على مكانتك جواهر النادي الاهلي انا فهم صح ده حقيق مكانتي مش مكانة ام و موجود فيه ناس كنت تقول لي دايما لما اجيما اتكلم في النادي الاهلي حلوة مثل ناس تقول لي يا عم Manuel انت شغال في النادي معلش يعني. مش عايز اقول حد ما بيفهمش سوري عن التعبير. ولكن نادي الاهلي قيمة كبيرة. قيمة جماهرية كبيرة. كيان كبير. فلازم الناس تفهم قيمة وكيان ده مش سهلة. ان انت تخسر ناس بالقيمة دي والكيان الكبير ده. فانا تعلمت حاجة كتيرة. انا عشت ايام فرحة كريم. مش عايز اقول لك الحمد لله ممكن تلتاشر بعتاشر بطولة داخل النادي الاهلي. طب. ايام حزن من اسوأ الايام اللي ممكن تشوفها في حياتك. مش عايز اعيد الزكريات فيها. اه. فانا عشت اوقات فرح شديد قوي. ووقت حزن شديد قوي. ومن اسعد لحظات حياتي وانا خارج. ومن اه من اوحش ايام حياتي وانا يعني اول ما دخلت النادي اسعد لحظاتي. اه. وانا خارج هتاوحش لحظاتي. فانت عايش كل حاجة جوه النادي ده. صحيح. فهم يا كلمة اصدق? صحيح. وخلي بالك انا خرجت ورجعت تاني. مم. برضو. يعني انا خرجت قصدي برا النادي. وبردو صممت نرجع نادي الاهلي. الحمد لله. فعارف قيمة النادي كويس. صحيح. كابتل شريف شرفت ونورت. حياتي الحوار النهاردة كان حلوة او وممتع جدا. انا مشكروه شكرا. حبيبا كريم متشاكر جدا وكنت مفصول جدا بوجود معي. شكرا كابتل شريف.